مباراة جاية من نار مهمين جدا 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 في الكونفدرالية وفي الدوري وزي ما شفنا امبارح من الحاجات اللي احنا ما نقدرش ابدا ابدا نعديها بالسهل دعم الجماهير الكبير للعيبة خلي بالكو برضو انا في حاجة برضو يحب اخذ بالي منها فكرة التنقل صحيح مجلس الادارة وفر خمسين حافلة وغيره ولكن برضو مشاقة الطريق وانت من القاهرة لحد اسكندرية وبعاكد خلص المباراة وترجع برضو ده في مشاقة فبصراحة كانت برضو ضغطة على الجماهير ولكن ولا لحظة مالوا ولا لحظة حسيت ان هم مثلا زهقوا من التشجيع من اول دقيقة الاخر دقيقة جماعة الناس بتشجع عملوا ملحام مبارح كان شكلهم حلو قوي شكل الجماهير يا جماعة مبارح في المدرجات يفرح لأ عاملين ملحام مبارح بيهتفوا باسم كل اللعيبة لعيبة جماهير وعية جماهير وعية بدورها وعارفة يعني اهمية وجودها في مباراة مهمة زي دي زي ما اللعيبة كان ليها دور مبارح والجهاز الفني كمان الجماهير كان ليها دور عندك على فكرة سوء الاحوال الجوية والجو برد فكور ان هم ما يتحملوا كل ده وما يزهقوش يفضلوا يشجعوا التسعين دقيقة لا احنا بنتكلم في ظروف صعبة ظروف صعبة جماهيرك معيك جماهيرك بتسندك جماهيرك وراك جماهيرك مهما كانت المشقة ومهما كان انت بتلعب فين جماهيرك وراك وبتدعمك وموجودة وعمرها ابدا ما هتسيبك على فكرة دايما في الخسارة تلاقي ناس تقولك لا 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 مستحيل بقى جماهير دي تروح مرة تانية الموضوع انتهى جماهير نادي الزمالك مش هتشوف حتى لو شفتوهم في المباراة اللي جاية بعض الخسارة مستحيل تشوفهم بنفس الاعداد حقيقة ان انا بلاقي ان جماهير نادي الزمالك غير جماهير نادي الزمالك في المباراة اللي بعدها حتى لو كنت في المباراة اللي قبلها انت خسران فالمباراة اللي بعدها وما بيبقى عددهم اكبر مليون الف مرة من الاعداد اللي كانت قبل كده عشان عارفها بدورهم وعارفين هم قد ايه وجودهم مهم جدا زي ماتش أرطة سولر زي يعني نفس الملحمة زمالك خسر وانت بتلعب انت خلاص انت يعني الناس كلها فقدت الأمل والزمالك خلاص الزمالك خسران الزمالك هيخرج المباراة اللي بعدها الجماهير جت بأعداد أكبر ملحمة الناس كلها لحد النهاردة بنتكلم عليها بنتكلم على جماهير ناجز زمالك العظيمة بيهم هم بيهم الزمالك قدر انه هو يعمل ريمونتادة بنفس الروح نفس روح الجماهير الجماهير بتنقل الروح اللي عندهم قوة التشجيع تعلي الأدرينالين بقى بالنسبة للعيبة بتخليهم العب شكل أحسن الهتاف التشجيع انه هم برضو بصراحة حاجة تحسب لهم انه هم مثلا ما بيشوفوا المباراة مش على أحسن مستوى الزمالك ما بيقديش أحسن أداء ولكن مع كل ده أنا هدعم أنا هقف جمع النادي بتاعلي انهما عارفين كويس قوي اصل نادي الزمالك ملوشن لجماهيره لو محدش هيدعمه غير جماهيره يعني مين اللي هيدعمه فأنا يعني كل فخر بصراحة ان أنا أنتمي لجمهور نادي الزمالك صراحة يعني جماهير عظيمة جماهير مفيش منها جماهير غير الناس كلها بتتكلم على جماهير نادي الزمالك وبتتمنى أصلا يعني فيه فرق تتمنى ان هيبقى عندهم جماهير زي جماهير نادي الزمالك واللي بتعمله جماهير نادي الزمالك رغم الخسارة وموجودين في الخسارة على فكرة قبل المكسب ودي حاجة بصراحة تحسب لهم